حدثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرزاق أنبأنا سفيان وعن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيبي بن مسلمة قال عبد الرزاق التميمي يعني زياد بن جارية عن حبيبي بن مسلمة الفهري أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلثة بعد الخمس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيبي بن مسلمة قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلثة حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني زياد يعني ابن سعد عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد بن جارية التميمي قال حدثني حبيب بن مسلمة قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الثلثة حدثنا حماد بن خالد وهو الخياط عن معاوية يعني ابن صالح عن العلاء بن الحريث عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيبي بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في بدأته ونافل الثلثة بعد الخمس في رجعته حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيدي بن عبد العزيز حدثنا مكحول عن زياد بن جارية عن حبيبي بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلثة بعد الخمس حدثنا أبو المغيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز حدثنا سليمان بن موسى عن زياد بن جارية عن حبيبي بن مسلمة قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الثلثة بعد الخمس حدثنا يحيى بن سعيد عن صفيان حدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيبي بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلثة بعد الخمس حدثنا أبو المغيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز حدثنا سليمان بن موسى عن زياد بن جارية عن حبيبي بن مسلمة قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلثة في الرجعة قال أبو عبد الرحمن سمعت أبي يقول ليس في الشام رجل أصح حديثا من سعيد بن عبد العزيز يعني التنوخية